من ضمن الاسئلة اللي بتصير الجدل بشكل عام وبتجيب لنا الشتايم هل خريج وانا مش بنتقد السائل انا بس بقول عشان الناس اللي بتبقى هل خريج نظم معلمات الجغرافية اعتبر مهندس ام لا? الاجابة قولا واحدا لا. هو اخصائي نظم جغرافية. وليس مهندس. انا عارف انه هينزل في مواقع وهيتعامل مع مهندسين وناس قولها باش مهندس. لكنه ليس مهندس. وانا قادر افهم انه في ناس بتبقى مهتمة جدا بلقب الهندسة مهتمة جدا بالحاجات دي. ولكنه يا جماعة علشان بس ما نقعش في الفخ بتاع ده. نضع ده بس في الحزبان عشان تكون الدنيا بالنسبة لنا واضحة. انه احنا مش بنهدف الى لقب مهندس. فلو جي او مجاش مش مهم. وانا نصحتي ما تركزش عليه كتير. ركز على الخبرة العملية وانك تشتغل فيه. هو اللي هيكون بالنسبة لك اوضح في هذا الموضوع. وربنا وفقك واكتبك اللي فيه الخير بازن الله. ونصحتي بلاش تركز على فكرة بتاع او الفكرة الطريقة او النازلة اللي لازم ابقى مهندس واكتب انجي في الفيسبوك والكلام ده. ركز على الشغل وركز انك تكون اكثر جودة في عملك وبلاش تقارن نفسك بالمهندسين وربنا يكتبك اللي فيه الخير وبالتوفيق ان شاء الله. وارجوكو بلاش في التعليقات الخناء وبالتوفيق.